وصلت عن جنينيو مخالفة ضربة حرة مباشرة مواجهة لمرضب الرياض ضربة حرة مباشرة في مصلحة جنينيو الدياني يحصل على الورقة الصفرة ويونس علي ما التسبب في المخالفة جونينيو عند الضربة الحرة المباشرة الآن قد تكون آخر الكرات في هذه المباراة وآخر اللقطات في هذه المواجهة جونينيو بالضربة الحرة المباشرة جونينيو الكل يتوقف جمهور الغرافة يغني لجونينيو يعني يحرز هدفا رابعا يحسن فيه موقع الديربي الجيران الغرافة الريام جونينيو والمخالفة جونينيو واللقطة الأخيرة جونينيو وصافرة البلوشي وجونينيو لكن هذه المرة عمر باري ينبريلها بنجاح ويطلعها لخارج أرض الملعب لضربة زاوية الراكلة الركنية لنصلحة الغرافة ضربة الزاوية في صالح الغرافة ضربة الزاوية لصالح الغرافة واللاعبين يلتهون بحكم المباراة خلاص الدقائق الأربع اكتملت الآن التوقف يبدوني إلى قرار بالطرد يونس علي يونس علي يغادر المباراة في البطاقة الحمراء إذا الورقة الحمراء معها يونس علي يغادر منعب المباراة على فكرة ليست البطاقة الأولى للريام في الدولة رغم أنها الجولة السادسة إلا أن لاعبين الريام يتلكمون بطاقات حمراء بشكل كبير جدا إحيانا الإيقافات بطاقات كثيرة تحدث معهم الريام الذي دخل هذه المباراة بهدفين فقط